وكان فيه عدة تقارير تحديداً انبارح اتنشرت عن اهتمام الجهاز الفني انا بتتكلم لمنتخب مصر خيالة طبعاً فيتوريا ان انت بتتكلم بقى في ايه كريم بمتابعة ست حراس مارمى تحديداً كنا كلمنا الفترة اللي فاتت هو لو الشناوي لقدر الله حصل له مشكلة مين ممكن يكون حارس مارمى منتخب مصر السؤال ده طرحناه تقريباً الاسبوع اللي فات وما كانش ليه اجابة وقتها فانت دلوقتي بتتكلم ان مفروض فيه ست اسماء مرشحة وبيبتدي يركز معها فيتوريا علشان نفهم اللي جاي ايه هل ممكن يكون فعلاً فيه حارس مارمى لمنتخب مصر بنفس قوة مثلاً محمد الشناوي فيه فترة ما ده مهم جداً مين بقى الست حراس عندنا عندنا احمد الشناوي طبعاً من پيراميدز عندنا محمود جنش من موردن فيوتر وعلي لطفي من زاد ومحمود الزنفولي من الداخلية ومحمد بسام من سيراميكا والهاني سليمان من سموحة واعتقد كل اسم منه وان لم يكن الستة اسامي بس كل اسم منهم برضو نتذكر ليه ده رائع جداً مع فريق بتاعه في فترة ما طبعاً ونحن هتكلم عن علي لطفي طبعاً لاعب الاهلي السابق يعني على كل حال خلينا نعرف اكتر تفاصيل ونفهم اكتر برضو ناخد على التليفون كابتن ياسر مصطفى نجمع الاهلي السابق ومدرب حراس المرمى يا كابتن صباح الخير على حضرتك في البداية طبعاً كابتن ياسر طبعاً فقول لك يا كابتن هوندو طبعاً فقول لك يا كابتن قريب وهمطل على التنامة الله يسلمك ربنا يخلينا أعيد ان انا موجود معاكم طبعاً عشر صباحاً لعلي طبعاً ما فيه استواءة طبعاً عشر بيت على الهوى مع بعض كابتن ياسر خليني اسأل السؤال ده تاني يعني نطرح الموضوع ده تاني كنت انا وكريم تكلمنا فيه اكتر من مرة منتخب مصر وحقارن برضو بالفترة بتاعت حضرتك زمان منتخب مصر دلوقتي ما عندوش تقريباً في نفس المستوى غير الشناوي يعني هو الشناوي في حتة الوحدة هل ده كان مظبوط ولا لا هل الوضع ده أصلاً كان مثلاً مقرر أو حصل قبل كده في فترة ما مع منتخب مصر في الماضي وهل احنا فعلاً في أمس الحاجة دلوقتي ان احنا يبقى عندنا حارس واثنين كمان في نفس قيمة ونفس قدرة وفنيات الشناوي صحيح كلام حضرتك كلام مصبوط جداً كابتن نهوان طبعاً الشناوي في حتة الوحدة ده يعمل مصادم في فاز الإيجادة في كل الفترة الأخيانية عامل الموسم بالمبارعة وعلى الموسم الفات بداية موفقة جداً الموسم دول الشكل العام للشناوي في كل المباراة ابتياز فطبعاً احنا بنتكلم علشان هو فعلاً هو خطة ثانية خالص ان نجي نتكلم على كلام مدائب المنتخب هو بيعتبت في كلامه طبعاً انه هو عاوز يعمل عملية سعف الاختبارات يعني اختيارات المنتخب بيعمل عملية تحبيث للفراث كلها على اساس انه هو بيزوي للقاعدة شوية بالنسبة للحائص الاول في المنتخب لكن طبعاً كان في فراثات صابقة قبل كده كان الحاضر يواخد مدة طويلة جداً هو الحائص الأسفل في المنتخب ودايماً باكس حاصة الماما بيحتاج ثبات دايماً يعني دايماً باكس حاصة الماما المنتخب او في المنادي القالبي بيقى دايماً بيحتاج ثبات شوية هي دي النقطة المهمة جداً فبالتالي طبعاً هو لما اتكلم على مجموعة ستة حراس بداية بيتكلم على اساس انه هو بيحبزه بيزود شوية لانه كان فيه كلام لما كنت بحضرتك ان طبعاً كان صبح حائص الزمالك ما كانش في احسن حال ابو جبل بردك فكانت في احسن حال بالنسبة للفتر اللي زادت اختيارك المنتخب فبالتالي طبعاً هو كان فيه جوم عليه شوية في حتة دي فبالتالي هو حبي يزود شوية قاعدة الاختيارات في الفتر اللي جاء معنى كده ان كلامه برضو يعني ان شاء الله حيبقاله انعكاسات ايجابية على الحراس الستة ما هو كلامه محفز بما يكفي وفيه دعوة بشكل ضمني ان اي واحد فيهم لما يكون عند المستوى المطلوب قابل جداً للانضمام هو الاخر ليه حراسة عرين المنتخب فهيبقاله انعكاسات حلوة الموضوع ده اعتقد طبعاً 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 لكن ما انا اقول لحضرتك من دلوقتي لان فيه طبعاً لغة الارقان دائماً لا تكذب ان طبعاً الشناوي هيكون نوكاً مواحد ما فيهاش كلام هيجي معاه اعتقد وجهة نظر شخصية يخص معاه احمد الشناوي مكان ابو جبل لان ابو جبل مش باحسن حال ابو جبل البنك الاهلي يعني اللي يبقى مواقعات بكسبوش ولا ماتش دخل فيه ثمن اهداف طبعاً فبع مواقعات بكسبوش يعني معاه اعتقد انه ممكن يكون هو صبحي لازم هيكون موجود عشان السن عشان يبقى فيه عنده عمار سنية متفاوتة فبالتالي لازم يكون ضمم صبحي في التبالج هو كابتن ياسر ايه اللي ممكن يخلي حارس مارمة بقاله فترة عنده شبه سبات واستدامة في المستوى المرتفع وفجأة اتلاقي ان فيه دروب كبير زي ما عاديك تفضلت كده بذكر تفاصيل ابو جبل يعني مش غريبة شوية الحكاية خصوصاً ان ابو جبل تحديداً مع المنتخب قبل كده كالمتقلق لما الشناو يتصاب فعلاً فبعلي كده الكيرف بتاعه نزل فده فعلاً غريب جداً مابردك ده يرجع كابتن هوندو كابتن كريم لحاجة مهمة جداً الحالة العامة للفرقة مابردك ما تكلمنا قبل كده الفرقة بتاعت البنك الأهلي مش في احسر حال ما كسبوش ولا مباراة فبالتالي طبعاً بيبقى خط الظاهر ونص الملعب اللاين فروض واللوم بوطبطين بقى الحرس المربع لكن طبعاً ده الفرقة العام بيعاكس بالطبع على حرس المربع فبالتالي مستوى الفرقة البنك الأهلي لسه مش في احسن حاجة فبالتالي ابو جبل لسه منصوش في احسن حاجة نفس الشيء لما اتكلم عن الزنفولي الزنفولي بدأ اول مباراة في الدورة بشكل خواس جداً وخداج المباراة لكن اخر مباراة مع سراميكا ما كانش احسن حاجة نفس الفكر بالنسبة لهاني سليمان هاني سليمان برضك يعني الموتش الاخير بتاع الزمالك برضك يعني بستعب الممارة خمس اهداف جداً فبالتالي ممكن يبعد من استباع عندك مجموعة من الحراسم اللي هو ذكرها هتبقى بعيدة شوية عن الموضوع لكن مو في حرس ممارة ما ذكره اللي هو حرس ممارة مصري حسامي صارت ماشي بشكل كويس جداً هو لاب ثلاث مباريات دخل فيه هدفين فده بعيدة شوية جداً ممكن كان يزوء اسمه لكن على المستوى العام حسامي بالنسبة لمنتخب مصر عندنا حمزة علاء في المتخب اللي عامل صغل هايل جداً 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 والشكل العام بالنسبة لحسامي المنتخب بس دايماً حسامي المنتخب بتحتاج عندها الكبيرة بتحتاج ثبات يعني دايماً أنا حتى من المدربين أحبها بقى دايماً حرس ثابت وبنتغير في المركز ده بس هقول على حاجة معلش كابتان ياسر فيه فارق كبير بين أنا عندي ثبات في حرس المرمى هذا المركز اللي هو الأساسي لأي فريق وفي نفس الوقت عندي بديل للمركز ده بنفس المستوى ما أنا ممكن أثبت ما عنديش مشكلة بس أنا يوم ما يحصل مشكلة أو يوم ما هيحصل مصيبة يبقى عندي بديل بنفس المستوى هي قصة وخلينا نبقى صورحة أنا ما عنديش بديل بنفس مستوى محمد الشناوي نتفق ولا نختلف بس في البداية نتفق طبعاً كويس فإيه دي النقطة أنا لما أكون منتخب مصر ومدرب منتخب مصر ودير فاني منتخب مصر وعندي طموح وعندك ملايين من الجماهير وراك عشان منتخب مصر كل مرة بنقول يا رب السنة دي بقى ما نروحش تمثيل لمشرف عايزين يبقى فيه حاجة طليق بالجماهير ده وباسم مصر كويس فالطموح دي مع بعض الأمور اللي هي فيها نواقص هي موسم على الموسم مكررة يعني هي لا تحل أنا ما زال عندي هذه الأزمة حتى هذه اللحظة أنا ما عنديش بديل بنفس مستوى حارس المار ملوح محمد الشناوي اللي احنا كلنا بنعشقه وطبعاً لعب النادي الأهلي الأروع ولكن أنا عايز بديل ليه حتى لو من أي نادي تاني ده منتخب مصر هذه النقطة فدي حلها إيه مع أنا علشان ده أعمله أو ده يحصل إيه المطلوب حضرتك طبعاً بخبرتك برضو تقول لنا يعني حتى حريك ذكرت عصام الحضري عصام الحضري رائع جداً بس وقت ما كان كابتن عصام الحضري هو الحارس المارمة الأساسي للمنتخب كان فيه مين بودلاء ليه وكانوا مستوهم إيه فهي دي النقطة كلام حضريك مضبوط جداً كابتن نهواند وأسئلتك النهواند كلها سببوة يعني فطبعاً كلام حضريك مضبوط لكن طبعاً المنتخب مصر دايماً عامل بالفراس أعتقد أن ممكن يبقى أحمد الشناوي ومحمد صبحي وجنش هما الأقرب يعني أن هما يبقوا موجودين بشكل كويس جداً في المنتخب ويبقى يضرر أن هما طبعاً هنقولها يبقى 100% لكن هنقول مثلاً 70% من الشناوي لأن طبعاً الشناوي يعني أجاد في الفترة اللي فاتت بشكل كبير جداً عنده حاجة مهمة جداً هي ثبات المستوى يعني ثبات المستوى من العامل المهمة جداً اللي كان بيكلم عليها كافة الكريم أن هو الحارس دايماً يبقى محافظ على الفرماة بتاعته الفرماة الرضية المهمة جداً فبالتالي شناوي دي من مميزاته أن هو محافظ على الفرماة بتاعته على ثبات المستوى بشكل كبير جداً جداً لكن نقدر نقول أن منتخب نصف أمان إن شاء الله نقدر نقول أن هو الكلام اللي بيقوله دوت المضايب المتخب بيعمل عملية تحميس للحواس كلها بيعمل عملية اتساع في الخطيئات بشكل كويس جداً ودي هتدله طبعاً في الفترة اللي جاية أن هو يعني الحواس كلها تحس أنها تحت المنظار وأنهم يستعدوا بشكل كويس جداً هو مسألة ثبات واستدامة الثبات في المستوى المرتفع عند الشناوي الحقيقة بتشكل ظاهرة وخصوصاً في الفترة الأخيرة يعني تقلق ملحوظ وتصدي لأهداف محققة الحقيقة يعني الشناوي لا غبارة عليه ولا على مستوى بس أنا عايز أسأل حداك بعيداً بقى عن مركز حراس المرمى أصلاً في المنتخب أعايز أعرف رؤيتك لأداء المنتخب ككل في وديتي زنبيا والجزائر رؤيتك للأداء كنعمل إزاي والله أنا عجب لي جداً المنتخب بالذات في مطش الكزائر احنا استفدنا أكتر في المبادر أكتر من الجزائر لأننا لعبنا اعتبر من الضياء تسعة اشتماعي تنسل المباراة بدل عطنا وصين أداء المنتخب بشكل عام تغير تريد اللعب من ثلاثة كبارات يعني بدأنا 4-3-3 وبعد الضياء بدأنا لعبنا غير تريد اللعب من 4-3-3 فتحسش أن الفئرة يعني طارد من أحد أداء ويقول أن اللعبة جميعاً الشكل العام بالنسبة للفئة كمستاذ جداً فيه طبعاً حمدي فتحي طبعاً تيجعل النادي الأهلي غير من مستوى كداً لأنه كان ملعب باكس 6 في المواطنين هو اللي جاب الجنين لأنه غير باكس 6 لباكس 8 باكس 8 عملته زيادة هجومية بشكل كبير جداً وتسعى في الملعب بشكل كبير جداً هبقى دايماً موقت جوه من 6-18 هو ساعد بكتير جداً أنه يحرز الهدفين فبالتالي أعتقد أن إحنا استفدنا بشكل كبير جداً من ماتش الجزائر أكثر من الجزائر نفسها بقى عندنا خلاص هيكل المنتخب بقى ثابت بقى القوام باين جداً بالنسبة للفرقة أعتقد أن إحنا عدقنا يعني يحفل بشكل كبير جداً أن إحنا نقدر أن نعمل حاجة كويسة إن شاء الله الحمد لله يعني كويس أن الكلام ابتدى يعني يتعيدل شوية فيما يتعلق بالمنتخب لأن زي ما أنا أودك أبتقول من شوية إحنا بقى أنا فترة مقضيين هي إليه وتمثيل مشرف وبيني وبينك في بعض الأحيان ما بيكونش مشرف أوي كمان فيعني كويس بداية انصلاح الأحوال الحمد لله إن شاء الله يجب أن تكون المنتخب بأحسر حال وإن شاء الله بكرة يبقى لبعضنا بفوز النادي الأعلي مع الكابتن عواند قلت لها أتوقع أن الموبايل الأولياء تخلز بالتعدل والموبايل الثانية إن شاء الله يكون ندر ألي فائق جدا بالأهداف إن شاء الله نعمل ذلك على كل حال شكرا لي جدا كابتن ياسر مصطفى واتنوارنا تاني ده مكانك طبعا